السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجمال ملهوش معيار واحد نقدر نيئسه بيه ولا رصيف سابت نقدر نحدد من خلاله ما إذا كانت الحاجة ديه جميلة ولا لأ ودايما بنعتبره شيء نسبي بيعتمد على الثقافة والزوق الخاص بالفرد نفسه وعلشان كده جمال أي مدينة صعب يتحدد بعامل واحد بس إنما بنقارن بين جمال مدينة والتانية بمجموعة عوامل لما بيجتمعوا مع بعض بيحققوا نسبة كبيرة من القبول لقطاع كبير من السياح اللي بيتردده بعد كده على المدينة سنويا فمثلا واحد ممكن يروح مدينة تشتهر بالحفلات الليلية والمهرجانات والاستعراضات فيقول إن المدينة دي أجمل مدينة شافها في حياته بينما شخص تاني ممكن يعتبرها مدينة مليانة بالتلوث الضوضائي لأنه بيفضل البيئة الخضرة اللي بتساعد على الاسترخاء والاستجمام ومدينة تانية ممكن تكون متميزة بناطحات السحاب والمباني ذات الطراز الهندسي الفاخر فتكون المدينة الأجمل في نظر أحد المغرمين بالتصاميم الهندسية في حين إنها ما تكونش مميزة تماما بالنسبة لواحد تاني بيفضل المباني الكلاسيكية البسيطة ونتيجة لكده مفيش تصنيف واحد مسلم به لأجمل مدينة في العالم لكن نقدر نقول إن في مدن بتجمع بين كتير من المعالم الملفتة للأنظار أهلا بيكم أنا عمرى عبدين والحلقة دي هنتكلم عن أجمل المدن في العالم وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول في شمال غرب بلجيكا وتحديدا في مقاطعة فلاندرز الغربية بتقع مدينة تصنف من أجمل المدن في العالم بلا منازع مدينة بروغز واللي بيطلق عليها في بعض الأحيان فينيسيا الشمال أهم حاجة بتميز مدينة بروغ هي المباني اللي بتحمل طراز هندسي من أيام العصور الوسطى واللي قدرت السلطات الحاكمة للمدينة إنها تحافظ على أكبر نسبة منها لحد النهاردة وأصبحت المدينة مركز تاريخي عريق دخل ضمن تصنيف اليونسكو للطراز العالمي ومن أشهر المعالم التاريخية اللي بتجذب السياح من كل بقاع العالم تحفظ مايكل أنجلو وكنيسة العزراء بالإضافة لبرج الجرس اللي بيحتل الصدارة ضمن أكتر الأماكن اللي بيزورها السياح بمجرد ما بيدخلوا المدينة وده لأن البرج بيرجع تاريخه للقرن الثلاثة وبيحتوي على تمانية وأربعين جرس ضخم ومن التقاليد المعروفة إنك لما تروح هناك هتلاقي احتفالات مخصصة بترحب بكل الزائرين للبرج ده تحديدا وكمان بتحتوي مدينة بروج على المتاحف والمعارض الفنية اللي بتكون وجهة مميزة للمقبلين على الأعمال الفنية التراثية أما بقى لو كنت بتدور على أنشطة وبرامج طرفهية فهتلاقي مسارح وقاعات لإقامة الحفلات فضلا عن مهرجانات الطعام لمحبي الأكلات الشعبية الخاصة بالمدينة فنقدر نقول بشكل عام إن المدينة مليانة بالمعالم الثقافية والتاريخية المنتشرة في كل زاوية فيها تعتبر العاصمة المجرية بودابيست واحدة من أكبر المدن في الاتحاد الأوروبي فضلا عن كنها المركز السياسي والثقافي لدولة المجر بالكامل في البداية كان كل اللي بيسكن في المدينة من الرومان لحد ما جه القرن التاسع الميلادي ودخلها المجر واستقروا فيها لحد النهر ده ونتيجة وجود الرومان فيها قبل القرن التاسع سابوا وراهم العديد من المباني الأسرية اللي بتصنف من التراث العالمي ومن أبرز المعلم اللي بتشتهر بيها المدينة هي السكك الحديدية التاريخية اللي تحت الأرض واللي احتلت المركز الثاني في قائمة أقدم السكك الحديدية على مستوى العالم وبيرتاد المدينة سنويا ما يقرب من 4.300.000 سائح ودخلت مدينة بودابيست في تصنيف أجمل 25 مدينة شعبية في العالم ومن الحاجات المشهورة بها المدينة هي الرياضة فبتمتلك المدينة سبع عندية لكرة القدم من المحترفين وعندها بنية تحتية قوية سمحت لها إنها تنظم بطولات كبيرة زي الألعاب الأولمبية وكتير من البطولات الأوروبية والعالمية فلو كنت بتدور على التراث العالمي ووفرة في الأنشطة الرياضية يبقى تحط في اعتباراتك مدينة بودابيست تقريبا كل الناس بتحب المدن المصيفية اللي بتبقى البيوت فيها واخد نمط واحد مميز عن باقي المدن العادية اللي حواليها وشكل الشوارع المخصصة للمشاه واللي بيملاها الحصى على الأرضية بشكل أكتر من رائع وبيحدها من الأطراف أرصفة مبنية من أجمل أنواع الحجارة كل ده هو أكتر بتقدمه مدينة شارلستون الموجودة على الساحل الأطلنطي لولاية كارولينا الجنوبية تأسست المدينة عام 1670 ميلادية وعلى عكس مزاعم بعض الزوار المدينة مش مجرد بقايا متحجرة مرصوف بيها الطريق المدينة بتمتلك جاذبية زي المغناطيس بتشد السياح من كل مكان في العالم واللي بيجو يلفوا فيها ويتصوروا وسط المباني المصفوفة وربع دها في مشهد هندسي بديع وهناك هتلاقي شارع تشالمرز المليان بالحصى واللي بيرسم طريق مبهج بينتشر على جانبيه أشجار بتعكس مناخ نقي ومناسب للمعيشة بشكل استثنائي من الطبيعي لما نتكلم عن مدينة صناعية أو مليانة بالشركات والمشاريع التجارية أننا نتخيل شكل المدينة المزدحمة بالسكان والمليانة بالتجمعات العمرانية وبالتالي غياب المساحات الخضرة والطبيعة الخلابة اللي بنشوفها في الغابات البرية والمرتفعات الشاهقة وغيرها من الأماكن الموجودة في أطراف القرات وده موجود في مدن زي لندن ونيويورك وغيرها من المدن اللي ما بتنامش على مدار الساعة لكن الكلام ده بيختلف لما نبص على مدينة زي كيب تاون العاصمة التشريعية لجنوب إفريقيا وسط كل زحمة المدينة بتنتشر الطبيعة مزدهرة بشكل ساحر يخطف الأنظار هناك هتشوف الطبيعة الجبلية المتمثلة في جبل تابل والطبيعة السحلية المتمثلة في شاطئ بولدرز المليان بالبطريق واللي هينقلك للطبيعة القطبية ده غير حدايق كريستين بوش اللي بتحتوي على مختلف أنواع النباتات ولو انت من محب الحياة الليلية والأنشطة المثيرة فالمدينة فيها V&A Waterfront واللي بيجمع ما بين المسطحات المائية والجبال المحيطة بيها وكل أماكن الترفيه الليلية ومن كتر جمال مدينة كيب تاون تم اتخاذها في عام 2014 عاصمة التصميم العالمي تصميم الأزياء أحد ألوان الفن العالمي لأنه بيعكس أزواء تخص شعوب وحضرات بالكامل ومن أكتر المدن الرائدة والمشرعة للأزياء هي مدينة فلورنس الإيطالية اللي بتطل على نهر أرنو وتعتبر مدينة فلورنس هي المركز الإداري لمنطقة تسكني فضلا عن أنها كانت أغنى مركز مالي وتجاري في أوروبا كلها في العصور الوسطى وأجمل ما يميز المدينة دي هي الهندسة المعمرية الأكثر من رائعة فالمدينة غنية بالمتاحف والمعارض الفنية وأشهر المعالم فيها هو معرض أوفيزي وقصر بتي وكنيسة ميديساي ده غير مزارات سياحية كتير مشهورة وفي القرن الستاشر الميلادي احتلت فلورنس الصدارة في فنون الأوبرا وأصبح لها الريادة في أنشطة الأوبرا في كل أنحاء العالم زي ما قلنا في البداية جمال المدن بيعتمد على المزاق الخاص لكل واحد فينا ولأن في شريحة كبيرة من الناس بتحب الطبيعة الجبلية وخصوصا لما بتكون عمرانة بالمساكن وبتملاها الأنشطة الحياتية اخترنا مدينة شفشاون الموجودة في دولة المغرب وبتحلق المدينة الزرقاء على قمم جبال أطلس الشاهقة وتعتبر من أقدم المدن التاريخية في العالم وتسمت بالمدينة الزرقاء بسبب طلاء المنازل بتاعتها باللون الأزرق اللي بيديها علامة مميزة بين كل المدن المحيطة بيها وعلى عكس الحياة الصخبة والزحمة اللي بتميز مدينة مراكش هتلاقي في شفشاون الهدوء وراحة البال وبيئة مناسبة للتأمل والاستجمام وخلاصة الأول شفشاون واحدة من أكتر المدن الطبيعية الخلابة في شمال إفريقيا كلها دايماً لما بنجيب سيرة الطبيعة الخلابة والمدن النظيفة بنبص على دول أوروبا والدول الإسكندنافية لكن في أماكن تانية في النصف الجنوبي من الأرض لا تقل أهمية عن المدن الأوروبية بل أحياناً بتتفوق عليها في جمال المناخ المقرون بجمال الطبيعة ومن المدن دي مدينة ريوش جانيرو البرازيلية واللي تعتبر تاني أكبر مدينة في البرازيل وتالت أكبر مدينة في قرة أمريكا الجنوبية وأكتر عام الجاذب للسياح في ريو دي جانيرو أو ريو جا جانيرو هو الطبيعة السحلية اللي تفوق الوصف بتحتوي مدينة ريو على مجموعة من أفضل الشواطئ بلا منازع وأشهر الشواطئ دي هو شاطئ بوسا نوفا وبالانيريو وأهم رمزين للمدينة هم كرة القدم ورأسة الصامبة وكل سنة بتقيم المدينة كرنفال من أكتر الكرنفالات إصارة في العالم وتعتبر مكتبة البرازيل الوطنية الموجودة في المدينة هي تامن أكبر مكتبة في العالم وأكبر مكتبة في أمريكا اللاتينية كلها من المعروف عن مدينة كوينستون النيوزلندية إنها عاصمة المغامرات الرياضية في العالم وبتقع المدينة على شواطئ بحيرة وكتيبو الهادئة والخلابة واللي بيقصد المدينة دي من السياح أكترهم من محب المغامرات واللي على طول الأدرينالين بيجري في دمهم وبتجمع المدينة بين كل ألوان الطبيعة الخلابة وبيتم استغلالها كمالها عالمي يحتوي على المطاعم والملاهي والمقاهي وغيرها وكمان معروفة بأنها واحدة من أكثر المدن صداقة وترحابا في العالم ونظرا لوجود البحيرات وسلاسل الجبال الشاهقة وممارسة الأنشطة الرياضية الخطيرة بتتربع على عرش أكتر المدن إثارة في العالم كله استحقت مدينة ليشبونا عاصمة البرتغال لقب أجمل مدينة في العالم في عصر النهضة الأوروبية في القرن الثمنتاشر فهي مدينة عندها وفرة غير طبيعية في الطراز الهندسي لمختلف المباني اللي فيها بداية من الطراز الرومانسيكي والقوتي لحد الطراز الباروكي ومن بعدهم كل الطرازات الهندسية الحديثة ولو هنتكلم عن التكدس السكاني فالشبونا هي أكتر مدينة أوروبية مليانة بالسكان وبتحزن مدينة بمكانة مهمة في مجال التجارة والتعليم والترفيه والإعلام والفنون وتعتبر وجهة أساسية في أوروبا لكل اللي بيدوروا على معالم الجمال في مدينة واحدة أي حد بيدور على أرقى أنواع العطور أو المأكلات أو الأزياء بيركز على مدينة باريس الفرنسية وتعتبر واحدة من أجمل المدن في العالم وبيطلق على باريس أحيانا مدينة الحب والرومانسية بسبب المظاهر اللي بتشبه حياة القصور الفخمة واللي بتظهر على كل ملامحها من شوارع وسيارات ومطاعم ومسارح وسينمات وغيرها من الأماكن الجذابة لكل الناس وبما إنها عاصمة فرنسا فتعتبر هي مركز للأحداث السياسية في فرنسا من أيام الثورة الفرنسية وتربعت باريس لسنين طويلة على عرش أكتر المدن السياحية مظهرا في العالم وما زالت لحد النهاردة في دائرة أعلى ثلاث مدن في نفس القائمة وعلشان كده أي حد بيلف في العالم لا تخلو قائمته من مدينة باريس وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن أجمل المدن في العالم تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية